تنظم دار الإفتاء المصرية مساء اليوم احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2018 بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر ومن المقرار أن يعلن الدكتور شوق علام مفتي الجمهورية خلال الحفل وما توصلت إليه لجانها دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية لاستطلاع هلال شهر الكريم ويحضر الحفلة عدد من الشخصيات على رأسهم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الجمهورية والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزراء العدل والأوقاف ورئيس جامعة الأزهر فيما قال الدكتور حاتم عودة رئيس المهد القومي للبحث الفلكية أن عدد ساعات الصوم تصل هذا العام في أول أيام الشهر إلى خمس عشرة ساعة واثنتين وعشرين دقيقة وستزيد تدريجيا إلى أن تصل في آخر أيامه إلى خمس عشرة ساعة وخمسين دقيقة وأضاف عودة أن اليوم الأول من شهر رمضان سواء كان غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس سيكون هو أقصر أيام الشهر واليوم الأخير سيكون الأطول في الشهر بفارق زمني يصل إلى ثمانية وعشرين دقيقة